اشتركوا في القناة وتراجم ذاتية توثق للحروب الكبيرة والمواجهات الفارقة الكبيرة بتقرأ دائما عن فئة الطابور الخامس يعيشون بين أظهرنا يأكلون من صحفتنا وأطباقنا ويتظاهرون بدموع التماسيح أنهم يبكون لأحزاننا ويبكون لإخفاقنا لكنهم من الأعماق يتمنون لنا الفشل من الأعماق يتمنون لنا أن تقسم ظهورنا من الأعماق يتمنون لنا أن نمحى بالكوريكتور بالمزيل من الخارطة أصلا فئة الطابور الخامس أخطر فئة يمكن أن تعيش في تاريخ الأمم والشعوب والدول لو قرأت تاريخ الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو حرب الفوكلند أو حرب فيتنام أو أي مواجهات كبيرة دائما فئة الطابور الخامس تلعب الدور الذي لا يخلو من الخسة لأنهم شوكة في الخاصرة يتظاهرون بأنهم معك وهم ضدك يتظاهرون بأنهم يدعمونك وهم يخذلون من عزائمك أعد مكانك دا الخصوم في منتهى القوة دا الأعداء في منتهى القوة نسميهم في أدبيات الفكر الصحفي والوطني والإعلامي بفئة الطابور الخامس وفي كتب استخباراتية تنظر لدورهم الخسيس لكن القرآن سماهم مسمى آخر المعاجزين وهذا المصطلح انفرد به القرآن لو حضرتك قلبت في صورة سبأ أو صورة الحج ستجد حديثا عن المعاجزين المعاجزون هم أنفسهم فئة الطابور الخامس يقول ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم لما تفتح المصحف وتمر على هذا المصطلح المعاجزون هم أنفسهم فئة الطابور الخامس أعد مكانك ما تتعبش نفسك لو وجهتها تتجرح أي معركة ليه أثمنه فواتير تبنو جع دماغنا ليه ما نغمس لقمة الخبز بالهوان ونخلص ده الخطاب الذي تتبنى فئة المعاجزين أو فئة الطابور الخامس خليك مكانك ما تتحركش خطوة دواء اقنع بما يكون إذا لم يكن ما تريد فلترد ما يكون خليك أعد مكانك مشاء إلى جوار الحائط أو حتى داخل الحائط بلا كرامة الذين سعوا في آياتنا معاجزين قال المفسرون الثقات المعاجزون هم المثبتون كل ما تتحرك يشدك الوراء كل ما تقرر أن تواجه أن ترفع رأسا يخفض رأسك كل ما تؤسس لحلم يردم على هذا الحلم حتى لا تبرعم ويزدهر ويكتمل وفي قراءة أبي عمر وابن كثير للآيات الذين سعوا في آياتنا معجزين يعني إحنا بنقرأها معاجزين وفي قراءة أبي عمر وابن كثير معجزين أي مثبتين للهمم مخذلين للعزائم ده موضوع حلقة اليوم المعاجزون كما سماهم القرآن أو فئة الطابور الخامس التي ظهرت مع أحداث غزة وأحداث المقاومة الفلسطينية الباسلة قالوا مش هتكمل أسبوع خليهم في الأنفاق خليهم استخبيين وسخروا من اللثام دلوقتي معديين خمسة وتمانين يوم والمقاومة الفلسطينية ترسم أقوى ملاحمها عمر مدى حصل والمقاومة الفلسطينية تجدد الخلايا تجدد الأنسجة تجدد الأعضاء زمان إسرائيل اغتالت الرانتيسي ومماتتش المقاومة أعادت رفع الرأس اغتالت الشيخ أحمد يسين ومماتتش المقاومة أعادت رفع الرأس اغتالت يحيى عياش ومماتتش المقاومة وأعادت رفع الرأس وأنا بقول لنتنياهو من قلب قاهرة المعز حتى لو أتلت السنوار عملت لفه الدور ومال الفضاء تصريحات صحفية بصوتك الأجش الشاذ أنا هجيب السنوار أنا هجيب السنوار أنا هجيب السنوار كلما الصحفيين والرأي العام يصعد الهجمات ضد نتنياهو وضد مشروعي السياسي الليكودي الفاشل أنا هجيب السنوار حتى افتراضا لو قتلت السنوار ما انت قتلت يحيى عياش وقتلت الرانتيسي وقتلت أحمد ياسين وقتلت وقتلت وصفيت جسديا منذ عقود كانت المقاومة تجدد الأنسجة وتكمل بس انت غبي ما بتفهمش المشكلة ما تتمتع به من حماقة الغطرصة ساعات الغطرصة بتعمل حماقة تصنع غشاوة على العين في تصريحات كثيرة ستقرأها في الزوايا والأعمدة الصحفية والريبرتاجات وبعض المنابر الإعلامية الشاردة ان المقاومة ما عملتش حاجة أدينا غزة تسهدمت 85% من الغزاويين أصبحوا مشردين الضفة تلطت خان يونس تسهدمت بيت حانوني تسهدمت بيت لاهية تسهدمت عملوا ايه؟ لا عملوا كتير والنهاردة هنقول عملوا ايه على الحقيقة يؤف جالنت يصرخ كالنساء شفنا له أحدث تصريح مفتوح علي سبع جبهات وانت ما اكتشفتش ده اللي دلوقتي مفتوح علي العراق ومفتوح علي اليمن ومفتوح علي جنوب لبنان ومفتوح علي غزة ومفتوح علي الضفة مفتوح علي سبع جبهات يؤف جالنت يصرخ صراخ النساء وده اللي قاله المتحدث العسكري دانيال هجاري وكأنه يكرر نفس الصرخة النسائية مفتوح علينا سبع جبهات طبعا الضمائر هتستفيق والمساندة ونزح البئر المساندة هتيجي بالتدريج والضمائر ستستفيق اذا كانت الضمائر الاوروبية استفاقت اسرائيل كانت تقاتل منذ اليوم الاول حتى لا تظهر الى الصحافة هذه الكلمة التي تفر منها ومش عاوزها تظهر في الصحافة وعملين يأفلوا في صفحتنا ويأفلوا في التويتات ويضيقون الخناق على المحتوى العربي حتى لا تظهر هذه الكلمة ولا في الواشنطن بوست ولا في النيورك تايمز ولا لو في جارو ولا لو باريزيان ولا اي صحيفة مش عاوزين هذا المصطلح يظهر جينوسايد جينوسايد تطهير عرقي ورغم هذا الحصار الاعلامي المطبق ظهر كلمة تطهير عرقي في كل صحيفة في كل ممبر اعلامي جينوسايد لانه ما يحدث ضد الغزاويين والفلسطينيين بالعموم جينوسايد تطهير عرقي والخطة الان انه يحتل او يعيد احتلال محور الفة او محور الدلتا وهنا اعادة احتلال محور فلاديلفيا محور فلاديلفيا بقوات دلتا بقى بمساعدة من قوات النخبة بمساعدة قوات خاصة لكن محور فلاديلفيا يستهدف احتلاله وبعد ما بيحتل محور فلاديلفيا زي ما قال احد الفلسطينيين عم بيسكر غزة عم بيسكر غزة هيقفلها بقفل ستة تكات عشان يجيب مستوطنين ودي اللعبة اللي احنا ما فهمناهاش من قصله هو عمالي يفوضك وعمالي يضيع وقت وعمالي يكسب وقت تلاتين سنة من المفاوضات العبثية التي اوصلتنا وجعلتنا نرططن بحائط اسلو وهو عمالي يثبت حقائق على الارض تمنمائة الف مستوطن زرعهم في الضفة يعطيك على الطاولة سياسة العصى والجزرة وهو عمالي يثبت حقائق على الارض المجازر تستمر في جبلية وفي الشجاعية ويقف جالنت يصرخ فتحت علينا سبع جبهات ولسه ولسه فئة الطابور الخامس او المعاجزين بيقولوا اصلي في خسائر يأسكى اخواتك وفي معركة ليس لها خسائر ولو بمنطقك ده ان دي مغامرة غير محسوبة تبقى غزوة بدر مغامرة غير محسوبة وتبقى كل الغزوات مغامرات غير محسوبة وتبقى عين جالوت مغامرة غير محسوبة وتبقى حطين مغامرة غير محسوبة ويبقى فتح القسطنطينية برضو مغامرة غير محسوبة يقودها شاب في الثالثة والعشرين محمد بن مراد الذي لقب بمحمد الفاتح وتبقى اي مواجهة او فتح للمسلمين مواجهة غير محسوبة لانك مش عايز مواجهات خالص الحياة مش قائمة الا على التدافع والقرآن قال لنا ده من عتبة القراءة الاولى الحياة قائمة على التدافع عاوز تفضل تعيش مشاء داخل الحط انت حر لكن ما تصدرش عدوى هذا التخضيل والاحباط وقلة الكرامة والامتهان الى الاجيال الجديدة فئة الطابور الخامس فئة عجيبة جدا يقولك اصلي فيه خسائر اصلي المقاومة ما كيزبتش ما كيزبتش ازاي ده اسرائيل بدأت بداية النهاية the beginning of the end مش انا اللي بقول المراقبون المحيدون اللي بيقولوا تجرأ الناس عليها في البر والبحر والجو والدنيا في غزة مش سلكة قالوا احنا سيطرنا عالشمال امال ما ليش يعني اللي بيحصل في الشجعية ده ايه والمقاومة اللي ظهرت في الشجعية وما زالت تباشر النضال الباسل في الشجعية ده شمال ولا مش شمال طب احنا سيطرنا عالجنوب امال اللي بيحصل في خان يونس ايه استمرار المقاومة في خان يونس طب احنا امنا تل ابيب بعد اربعة او خمسة وتمانين يوم الصواريخ ما زالت تصل الى قلب تل ابيب وما زالوا يلوذون بمخابئهم كالفقران المضعورة فيه فواتير واثمان طبعا احنا مش سزج عشان نقولكم ان ما فيش فاتورة تتدفع فيه فواتير تتدفع والخطة بين قدامنا زي الشمس السيطارة على محور فلاديلفيا واحتلاله ثم اطباق السيطارة على غزة والمشروع الاستعماري الامبريالي مش سالك رغم ان امريكا تضع ووقعت في خطأ استراتيجي هو اسرائيل باغتيال سيد الموساوي اغتيال الشخصيات السياسية والعسكرية المتنفذة والفاعلة لان امريكا مش عاوزة توسع الحرب مع اغتيال سيد الموساوي توسعت الحرب وانفتحت الجبهات السبعة والجنرال محمد القطيفي الهلهم صراحة البحر الاحمر متحرم عليكم تحريم الخمر قصف خمسة وثلاثين سفينا توسعت الامور رغم انف واشنطن ورغم انف تل ابيب توسعت الامور لان المقاومة هي التي صنعت الفارق احنا معانا فيديو نموذج من نماذج المخذلين او المعاجزين او فئة الطابور الخامس يظهر في ابراهيم عيسى وهو يسخر من المقاومة في بعض اللجان الالكترونية او الذباب الالكتروني وخصوصا للأسف من منطقة الخليج يسخرون من الملثم ويسخرون من لثامه اتنقب امتى لبس الحجاب امتى مهدل قاعد الناس في بيتهم ونايمهم من المغرب حينما كنتم انتم نزلاء بيوتكم ودياركم لا تستطيعون ان تبرموا او ان تنقضوا امرا ده صنع الفارق هو وهذا الشباب الباسل وعشان كده وصلنا للمشهد اللي شوفناه في خان يونس وكأنه يكرر ما حدث سنة ستة وخمسين والكلام ده انا قلته في ندوة من الندوات سنة ستة وخمسين الكيان الصهيوني جامع الشباب ووضع وجوههم الى الحائط ما بين سبعتاشر سنة وخمسة وتلاتين سنة يعني واخد فئة الشباب شريحة الشباب فقط وفتح الكلاشينكوف عليهم سنة ستة وخمسين والان التاريخ يعيد نفسه وفي نفس البقعة في نفس خان يونس خادوا الشباب من سن سبعتاشر لخمسة وتلاتين ووجوههم الى الحائط وبدأوا في عمليات التصفية الجسدية والقتل القذر الذي لا يصنع جيش نظامي محترم هذه تشكيلات عصابية مكانها تحت الاحذين الجيش النظامي له اثيكس له اخلاقيات له استراتيجيات له مشروع نبيل في الدفاع عن الحدود والثغور والاوطان مش يقتل الشباب ويقتل السيدات ويهاجم المستشفيات انت مطلع همك في المدنيين لكن بعد مرور خمسة وتمانين يوم وانا اسأل اي خبير عسكري هاتلي منجز عسكري استراتيجي واحد نونسنس تعالوا نشوف تصريحات ابراهيم عيسى وهو يقلب الابيض الى اسود والاسود الى ابيض ويظهر المقاومة على انها تقريبا لم تكن بشيء وان الكيان لم يتأثر رغم انه هو صحفي المفروض بالحس الصحفي يقرأ مدار من تحليلات ومساجلات وحوارات في الديريش بيجل والوفيجارو والواشنطن بوست والنيورك تايمز وقناة فوكس والسي ان ان وفرانس فان كاتر لكن عامل فيها من بينها لا اسرائيل بتتمرمط وتتراجع استراتيجيا ومشروعها الاحتلالي يفشل ومشروع التهجير والترانسفير يفشل حتى النزع الاخير بس انت اللي مش عاوز تعترف وعاوز تصدر عدوى الاحباط الى القارئ او المتابع يعني انت قطعت من وقتك وعدت تشرب في كابتشين وشاي عشان تعمل كتاب من 700 صفحة اسمه رحلة الدم تريد ان تصبغ التاريخ العربي والاسلامي كله بالدماء وان دول مصاصوا دماء مفيش مقالة واحدة عن رحلة الدم للي كد مفيش مقالة واحدة عن رحلة الدم لحاخامات الدم مفيش مقالة واحدة عن تواريخ سفاحين بوزن يوأف جالنت او نتنياهو مفيش خالص ولا رحلتهم كانت رحلة بيضاء بياض الثلج النقي تعالوا نشوف ابراهيم عيسى ال ايه ثم نعود بالتعقيب مع فئة الطابور الخامس او المعاجزين فابقوا معنا هدف الحمساوي وعشان بس المسألة هتوقت هنقول الهدف الحمساوي مش الفلسطيني فلسطين لم تستدعى في هذا المشهد خالص ولا الشعب الفلسطيني له ممثل يتكلم عنه ولا شعب الفلسطيني في هزة يجرق علي انه عرض حباس اساسي نعيش 16 سنة من القهر والقمر والاستبداد والمتجرب الدين والمتجرب الوطن وحالة من حالات ما فيه غير مسموح لأي صوت يختلف مع حماس انت شاهد في اسرائيل بيحكمه نتنياهو يتظاهروا ضده لو فيه بني آدم بني آدم واحد في غزة في الاثنين مليون وتلتمية الف دولار طلع قال يسقط السنوار وتسقط رأسه فما تقوليش أصلا حماس تعادل عشان ليه يتعبر ليه واحنا هو احنا عادين بيموت الشعب الفلسطيني عشان خطر أهداف حضراتهم فبنهاش أهداف حضراتهم وأرجو انه الكران المصاحب لحماس من قبل الإفوأ اليسار والقوميين ومن لفها لفهم يعني يبقى معانا يعني يقول لنا ان الأهداف دي تغطقت كما رأينا صحفي كاتب صحفي وانا عندي إبراهيم عيسى في النهاية ده توصيفه توصيفه الصحيح انه كاتب صحفي كاتب صحفي شاطر كاتب صحفي منتمي الى صحيفة او مدرسة الصحفة الصفراء كاتب صحفي مقبول كاتب صحفي ملفوظ انا لا احكم بهذا لا شأن لي بهذا لكن انا بقول انت كاتب صحفي لانت مؤرخ ولانت داعية فما تحشرش نفسك في هذه المساحات ولما بتدخل مجال انك تدعي انك مؤرخ ثقة وانك داعية تأتي بالعجائب بتنطق المراجع غلط وتقول وقائع لم تحدث اصلا الواقع اللي انت ملت بها كل الصحف وملت بها كل الحصص الاعلامية وحشوت بها مشاهد الكاميرا انه عمر ضرب ابو هريرة عمر ضرب ابو هريرة الواقع لم تحدث اصلا لم تحدث الا في دماغك ورأسك ووهمك هات لمرجع واحد وفي عشرات من اقسام التاريخ العربي والاسلامي في العالم العربي كل في جامعات بحجم العالم العربي من الماء الى الماء هات لمرجع واحد قال ان سيدنا عمر رفع الدرة وضرب ابو هريرة انت الوحيد في العالم اللي مقتنع بده وتريد ان تفرد او ان تصدر هذا الوهم الصرابي الى الاجيال وبحسبك انك ترفع سماعة التليفون وتسأل اي مؤرخ او عالم ثقة هيقول لك فارمل فارمل وقول للناس الصح كل ده ما يهمنيش اخطاء وهنات وتوثيقات غير منضبطة لانك في النهاية مش مؤرخ مش اكاديمي مش بتوثق المعلومات مش بتلجأ الى الدوكيومنتيشن لكن انك تظهر امام الرأي العام وتظهر المقاومة انها ما عملتش حاجة وان اسرائيل لم تدر لم تدر ازاي يعني حتى ده بلغة الصحافة جاه لإعلامي اذا كان البحر الاحمر اتقفل باب المندب اتقفل يعني 80% من التجارة الاسرائيلية اختفت وتبددت مع الهواء البحر الاحمر اتشمع اكتر من 35 سفينة قصفت فوق وصحة لا اسرائيل خسرت عكس من تقولت للناس والمقاومة تتشامخ وترفع الرأس ولم تمس البنى التحتية للمقاومة وتحداك لمخزن الصواريخ ولا منصات الصواريخ لم تمس هنطلع بفاصل ثم نعود بالتعقيب فابقوا معنا عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم كما رأينا يظهر الاستاذ ابراهيم عيسى ويقول والله الكيان لم يضر وكمان المقاومة لم تنتصر لا الكيان اضير انسحاب لواء الجولاني اذا ما وصلكش الخبر او صحفي نايم على ودنه مش متابع اللي بيدور انسحاب لواء الجولاني ضربة قاصمة لهيبة الجيش الصهيوني وسمعته مقتل تمانية وتمانين برتب متنوعة ما بين جنود وضباط ضربة في كبد الجيش جيش الكيان اضطرار اسرائيل انها تعجز عن تمرير تجارتها عبر البحر الاحمر وباب المندب ضربة قاصمة انكسار انكسار هيبة الكيان والتجر عليه بحرا وبرا وجو ضربة قاصمة انفتاح سبع جبهات وظهور يؤف جلانت وهو يصرخ كالنساء في الفضاء ضربة قاصمة رحيل معظم الناس من الشمال الاسرائيلي اصبحت المدن خاوية والمستوطنات خاربة تنعق فيها الغربان ضربة قاصمة تردد الدول الاوروبية مستقبلا في دعم الكيان بعد ان ظهر تراجع الاستراتيج الخطير امام ضربات المقاومة ضربة قاصمة انت بقى مش قادر تقرى ده او مش عايز تقرى ده مشكلة نفسية تخصك لكن يخصنا احنا في هذه الحصة الاعلامية ان نقوم بتحليل فئة الطابور الخامس اللي عايشين وسطنا ان نقوم بتحليل خطابهم التخذيلي المثبت كلما تتحرك يرجعك كلما ترفع رأسا بكرامة يخفض رأسك كلما تتحرك خطوة يردم عليها فئة الطابور الخامس او المعاجزين موضوع حلقتنا على حاشية الاحداث التي تدور في الاراضي العربية المحتلة ومعنا على الهاتف المحل الاستراتيجي والسياسي والكاتب الصحفي والمؤرخ الدكتور عمر عبد المنعم دكتور عمر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور حسين تحية ليك والاستاذ المشاهدين وقمتك الموقرة بارك الله فيك ونفع بك دكتور عمر دلوقتي تظهر عدة منابر وعدة أقلام وعدة زوايا وأعمدة ومساحات صحفية ومساحات إعلامية ومساحات على الشاشات العربية بتقول إن المقاومة في النهاية بعد مرور خمسة وتمانين يوم تقريبا ما عملتش حاجة وإن الكيان تقريبا لم يضر رغم إن إحنا بنقول لو أدير فقط معنويا وظهر في صورته الإجرامية وعجز هذه المرة عن تصدير نفسه كضحية ده الوحد مكسب استراتيجي ومعنوي رغم هذه الحمولة من خطاب المخذلين أو فئة الطبور الخامس كيف ترى دور هذا الخطاب في المواجهة الحاصلة الآن وفي معظم مواجهات العرب والمسلمين جميع المواجهات التي حدثت للأمة العربية وأثناء الصراع العربي الإسرائيلي ما يقرب من 17 مواجهة أو جولة كان هذا الطبور دائما هو الذي يظهر أثناء عمليات القتال وما بعد القتال مباشرة ويدعو لمثل هذه الدعوات متناسيا ما يحدث في هذه التوقيتات من أدوار ودروس مستفادة وبعض من الأحداث التي أفادت القضية الفلسطينية والقضية العربية وقضية أهم ما فيها وسقوط التحالف الغربي بوضوح وشكل جلي في التعامل مع القضية الفلسطينية نحن أمام طبور يتعامل مع الأفكار ويتعامل مع الاستراتيجيات ويبني تحالفات فكرية وثقافية مدعمة بوسائل مختلفة وتمويلات مختلفة لأجل حماية هذا الكيان الغاصب بدأت باستراتيجية ما سمي بصفقة القرن ثم ما سمي بالديانة الإبراهيمية ثم ما سمي بالتطبيع التطبيع قضية التطبيع التي سقطت بشكل زريع مع الأحداث ومع الطلقات الأولى من السابع من أكتوبر هذا الطبور يعني في شكل كبير يدرك يدرك أهمية وجوده في أن يظهر بهذه الطريقة التي رفضها المجتمع ورفضتها الشعوب العربية ورفضتها المؤسسات الدينية عندنا وجميع الدوائر والجمعيات الثقافية والأكاديمية في عالمنا العربي دكتور عمر في الساعات الماضية صرح إيهود أولمرت وهو شخصية سياسية بارزة صرح بأن الكيان الصهيوني مأزوم ونصح نتنياهو يوأف جالنت ومجموعة العمل السياسية والعسكرية بالعدول عن فكرة أو نية تدمير المقاومة وتدمير بناها التحتية والقضاء عليها وإنه إعادة الأسرة بهذه الصورة العنيفة لم تتم وقال ما معناه لم نخسر إلا مقتل باروخ لما حاولت القوات الإنقاذ أن تخلص باروخ كانت النتيجة مقتل مجندهم باروخ وعادوا بخفة حنيب فإيهود أولمرت ينصحهم بإيقاف العملية والشروع في عملية التفاوض مفتوحة لإعادة المختطفين كما يسمونهم والإعلام العبري مش بيسميهم أسرة أكتر مصطلح يتردد الآن في الإعلام العبري خطفهم 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 وتعني باللغة العبرية المخطفون فإيهود أولمرت ينصحهم بإيقاف آلة الحرب والشروع في عملية التفاوض وهذا جزء مما يحاول الطابور الخامس أن يعمي علينا أنه بيعمي على خسائر الكيان بيعمي على تراجعات استراتيجية للكيان بيعمي على أن الكيان بدأ يخسر أصدقاءه واحدا تلو الآخر بيعمي على مساحات استفاق الضمائر في منابر إعلامية في صحف كبرى بيعمي على استفاق الضمائر من قبل أعضاء داخل برلمانات في أي إطار يمكن أن تقرأ التصريحات الخطيرة في الساعات الماضية الإيهود أولمرت على ضوء هذه التصريحات أنا عايز أقول لحضرتك أنه الإدارة الأمريكية بدأت تشعر بحب الكيان السويوني وبدأت أصواب داخل الإدارة الأمريكية تطلب من بايدن التعامل مع القضية الإسرائيلية وقضية الصراع العربي الإسرائيلي بشكل مختلف فظهر في نيويورك تايمز توماس فريتمان وتحدث أما أنا لبايدن أن يقول لإسرائيل لا لن تقصر المقاومة ولن نقضي على حماس بهذا الشكل التي تتبع أو تصر عليه إسرائيل هذا أمر هناك أصوات كثيرة داخل الكيان داخل الإدارة الأمريكية بدأت تتململ من الدعم المطلق للكيان السهيوني الدعم الغير مشروط الذي بدأت تخسر به بعض الكيانات الأوروبية الغير مستعمرة أو التي ليست لها تاريخ استعمار مع العالم العربي دعني أن أقول لك أن في تقارير سرية من الاستخبارات الأمريكية تؤكد فشل فشل إسرائيل فشلا زريعا وفشل الموساد وجهاز الشباك وأكثر من خمستاشر جهاز استخبارات أمريكية بالضغط يا دكتور وأنا هنا بقى عاوز حضرتك تحطولي لسبوت والإضاءة الكثيفة على هذا المصطلح مصطلح فاليور أو الفشل لأنه إسرائيل حاولت أن تقوم بالتعتيم حتى لا تسرب مصطلحان محددان إلى الإعلام مصطلح فاليور أو الفشل العرقي وبدأ المصطلحان يتسربان بكثافة إلى الإعلام في أي ضوء تقرأ ما يدور من انسحاب لواء جولاني وهو لواء ضخم إسرائيل من القوات الخاصة قوات النخبة انسحاب أمام المقاومة أو بالأدق هروب أمام المقاومة على أي نحو يقرأ هذا ولماذا يعتم علينا الطابور الخامس مثل هذه الأحداث والاستراتيجيات المتراجعة والهزائم التي تلحق بالكيان تباعا تعبير دقيق جدا هروب لواء الجولاني الجولاني هرب لأنه لا يستطيع المواجهة على الأرض المواجهة على الأرض تكتيكيات حروب العصابات والمواجهة المسلحة الميدانية في الشارع وداخل القرى المحصنة دائما تكسب فيها الجماعات أو الطيارات الغير تقليبي المقاومة تتبع وتسخر من حتى وصول لبعض المخابئ وبعض الأماكن التي تركتها هي بشكل أساسي لنوع من أنواع التكتيكات تكتيكات الحرب وتكتيكات المواجهة فشل الإدارة الأمريكية ومحها أكثر من خمس أجهزة إخبارات عالمية منذ سابع من أكتوبر وحتى بداية الشهر الأول من الحرب جاء فشلا زريعا لذلك طب هنا دكتور عمر عاوزك تحطيلي برضو الإسبوت والإضاء على الجزء ده حضرتك بتعتبر أنه مدار عبر الخمسة وتمانين يوم لم يكن فقط فشلا لإسرائيل لكن كان فشلا للإدارة الأمريكية فشلا للإدارة الأمريكية وفشلا للإدارة الأوروبية وفشلا لمحاولة تطويع بعض دول العالم العربي في بعض المشاريع التي المشاريع الاستعمارية ومشاريع نصر بالحرب التي قادتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع العالم العربي دعني أنا أقول لك الطفان الأقصى كشف العديد من القضايا وأفاد العالم العربي وفاد مصر وفاد محور المقاومة كنا مضطرين أن نتعامل أحيانا مع الإدارة الأمريكية بنوع أو آخر من التعامل الآن ليس مطلوب منا أو ليس نملي بعض الشروط داخل بعض المفاوضات نطرح القضايا على الأرض نتعامل مع القضية بشكل في ندية القضية الفلسطينية طرحت قضية الأسرة طرحت قضية التعامل مع حل الدولتين طرحت أصبح هناك من يقول أن هناك إرهاب تمارسه إسرائيل داخل علامنا العربي ومن وراء سد النهضة هي إسرائيل ومن وراء ما يحدث في بعض الدول المجاورة في ليبيا والسودان والأردن حاليا نحن أمام قطاع أو تصرف واضح جدا في علامنا العربي بدأ يتضح فشل الإدارة الغربية في حل السلام أو هي أن تكون شريك بشكل كبير في السلام مع العالم العربي دريطانيا الاستعمارية وتدخلاتها وزير الخارجية الدريطاني قريبا كان في مصر وأرسل كذا إشارة ردت عليها الإدارة المصرية بقوة وحسن لا للإستيطان لا للتهجير هذه الأمور محسومة دكتور حسام وبدأت تظهر بشكل كبير وعلى الأجيال القادمة أن تعيها بشكل كبير أما عن الطابور الخامس وجملة من المثقفين المنتفعين بشكل أو بآخر من الكيان السهيوني ومن الإدارة الأمريكية ومن بعض الفضائيات عليهم أن يصمتوا فلا صوت يعلو فوق صوت المقاومة في هذا التوقيت وسوف يكون النجاح وسوف يكون العبرة في الأجيال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون الجنج الإسرائيلي يعاني من خيبة أمل الجنج الإسرائيلي الآن دكتورنا الغالي أشكرك على هذا التحليل الرصين وقبل أن نخرج إلى الفاصل سأذيل فعلا الجزء الأول من الحلقة بجملتك المهمة عليهم أن يصمتوا شكرا جزيلا لك تحياتي وإستاذ المشاهدين دكتور حسين السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام كما رأينا وهذه هي الجملة المناسبة جدا التي نذيل بها سطار الختام على هذا الجزء من الحلقة عليهم أن يصمتوا مش قادر تدعم مش قادر تحفز مش قادر أن تكون لبنت بناء سهل جدا أن تعيد اللسان إلى الفم وأن تلتزم ببلاغة الصمت لأنه واضح أن المقاومة مش بتوجع إسرائيل فقط ولا بتوجع الدوائر الإمبريالية فقط ده بتوجع أوي فئة الطابور الخامس العاجزة عن تصديق ما تؤدي المقاومة على الأرض من ملحمة لو تواطأ الأرض وأطبقت الأرض كلها على تعتيمها وحجبها لن تستطيع الطابور الخامس اللي صدع رؤوسنا في الأيام الماضية أصل الناس جرحت أصل البيوت وقعت أصل الديار خربت طبما المصطلحات دي والتعبيرات دي ملازمة لأي حرب أي مواجهة لازم يحصل فيها ده أو في مواجهة مجانية أنتو بتعروا تاريخ واللي عايشين في مكان آخر غير الأرض التي عشنا فوقها أي معركة في الدنيا لها أثمان وفوتير هي العراق ما دفعتش اثنين مليون من زهرة شبابها جراء الاحتلال الأمريكي القاذر الذي رعاه من ألفين وثلاثة بول بريمر هو الجزائر ما دفعتش مليون ونصف مليون شهيد حتى نرى مشهد العز من سحاب القوات الفرنسية راغمة من الأراضي الجزائرية أي معركة لها فواتير وأثمان ما تبقاش ملكي أكتر من الملك الفلسطينيون مستعدون أن يعيشوا برأس مرفوعة وأن يدفعوا الفواتير والأثمان بس اطلعوا أنتم منها سبوهم يتهجون فضاء الكرامة ولو مرة واحدة طول عمرنا لقمة الخبز مغموسة في الهوان ليه ثلاثة أرباع الآيات والنصوص الصحيحة المتوترة من السنة تحدثت عن الكرامة والعزة والرأس المرفوعة المقاومة تتهج ألف ألف ماء الكرامة سبوها تكمل المتن لنهايته حتى لو فيه فواتير وأثمان مش عشان أنتم عملتوا حساب مصرفي في البنك ومش عشان أنتم كونتوا قسطول سيارات ومش عشان أنتم تربحتوا من عمل إعلامي يصدر التخذيل والإحباط للناس ويجعل الصعوب العربية والإسلامية تعيش بلا كرامة وتربحتم ببيزنس واضح جراء هذا الخطاب التخذيلي يبقى عوزين كل الأجيال تبقى كده لا فيه أجيال تتهج معنى الكرامة وتربت على غير الذلة والمهانة اللي بتعمل المقاومة ده سيتحدث عنه التاريخ طويلا طويلا يوم أن يظهر مؤرخون ثقات وبدأت الضمائر الأوروبية تستفق من الآن من اللي يقول أن ألمى دوفير النائبة البرلمانية وفي قلب البرلمان الفرنسي قامت على غير توقع وصرخت في أذن ماكرون ويتتحدث عما يصنعه جيش الكيان ضد الأطفال وتسميه على هذا النح مساك دولانفون مذبحة الأطفال في غزة الضمائر بدأت تستفيق وإسرائيل تتعرى حتى من ورقة التوت مش قادرة تلم الفضيحة وانسحاب لواء الجولاني لا يفسر إلا باعتبار هزيمة تمانية وتمانين قتلى ما بين ضباط وجنود واضطروا يهربوا ما حدث من لواء جولاني هروب هروب صريح عشان كده يهد أولمر تقلهم كفاية مرمغة لسمعة الجيش وسمعة جيش الكيان في الوحل وقالها صراحة لنتانياهو ورموز الليكود العفن تراجعوا تراجعوا عن هذا الهذيان وعن هذا الجنون الملتاث مش بس للأسف إبراهيم عيسى ده احنا معنا كمان داليا زيادة نموذج من نمازج الطابور الخامس المتدني بخطابه المتدني الذي يضرب الأمة شوكة في خاصرته شوكة في خاصرته ويبنلك قوي انت لو شفت الصورة انه داليا زيادة لابسة حجاب وتمانا لكن تظهر مع التلفزيون الإسرائيلي ادي اول خيانة تضرب المقاومة في ظهرها وتصفها التيروريست ارهابيون ادي تاني خيانة بتدي الضوء الأخضر وكأنها الضمير العربي بتدي الضوء الأخضر للكيان انه يكمل اضرب لانك ترد ودي بقى الخيانة الرابعة او الخمسة ترد على الارهاب الذي جرى في سبع اكتوبر دي رؤية خائنة رؤية متدنية وخائنة اللي جرى في سبع اكتوبر لا يسمى الا نضالا دفاع عن الأرض والعرض والكرام والأقصى كن بقى انت مش متهجية هذه المفردات تتنفسين اجواء الذل والمهانة والانقياد والتبعية دي مشكلة ما تخصش الفلسطينيين ولا تخص المقاومة دي تخصك انت هنشوف داليا زيادة نشوف ايقونة الخطاب الخائن ملهاش مسمى تاني لما تظهر مع التلفزيون الاسرائيلي حتى من حيث المبدأ في هذا التوقيد دي الوحدى خيانه بغض النظر انت هتقول ايه حتى لو ظهرت على القناة العاشرة الاسرائيلية او القناة الاربعتاشر الاسرائيلية وانت تشتم نتنياهو او تسب يؤف جلنت مش مهم هتقول ايه مبدأ الظهور على قنواتهم ومنابرهم ثلاثة ارباع الخيان اما الربع اللي فاضل فاللي هتشوفوه دلوقتي وهي بتقول ان جيش الكيان كان يدافع عن نفسه ضد الارهاب اللعب في الالوان تحويل الابيض لاسود والجلد لضحية ده اللي بيعمله الطابور الخامس هنشوف اللي تقال ثم نعوده بالتعقيب فبقوها الخير داليا زيادة كيف حالك الحمد لله لسه عايش لسه عايش داليا عالتا ندمي على موقفك الحاسم ديدا حماس ومع يسرائيل اطلاقا لا بالعكس بالعكس ولو طلب مني تاني هعمله تاني وبالعكس انا شايفة انه التحاور هو اول طريق او اول خطوة على طريق السلام لا يمكن اطلاقا ان احنا نكون بنتكلم عن سلام في الشرق الاوسط سلام بين مصر واسرائيل بلدي واسرائيل انه دون ان يكون فيه بيننا حوار غير كده يعني ما هو السبب المنطقي ليا كواحدة مصرية تمنعني من التحاور مع الاسرائيليين عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم السؤال الذي يطفر الى الذهن يسيطر على ذهن الواحد بعد ان يتابع هذا الخطاب المتمرغ في طينة الخيانة وتخذيل الامة وضربها في خاصرتها وظهرها السؤال يعني ايه لازمة الحجاب ليه حجاب لو انت مرتبطة بالثقافة العربية والاسلامية وفهم قرآن وسنة اللي بتعملي ده اسمه في القرآن موالاة الاعداء ملوش مسمتان ملوش مسمتان موالاة الاعداء اذا كنت بتقول ان الحجاب فرض ولبس حجاب ماهو كمان فرض ان لا نخضل الامة في مواجهاتها الكبيرة ان نفهم القرآن اللي قال لنا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا كل حاجات دي ممرتش انت فهم معنى انك تظهري على القناة الاسرائيلية وتخاطبين مذيعا صهيونيا وكمان عشان تقولي للرأي العام ان اسرائيل بتدافع عن نفسها ضد الارهاب ضرب خان يونس ومجازر جباليا ومجازر الشجاعية بتعتبرها دفاع عن النفس للدرجات تلوث الضمير وتعفنت النفوس مش قادرين حتى نفرق بين الالوان نحول الجلات الى ضحية والضحية الى جلات هي الخيانة ايه الا كده لو انا عايز اقدم ديفينيشن او تعريف للخيانة مش هلا الا اللي حصل ده المقاومة تواصل بقوة وصلابة انسحاب لوائل جولاني هزيمة جديدة للجيش الصهيوني مقتل 88 ما بين ضباط وجنود هزيمة للجيش الصهيوني تصريحات ايهود اولميرت في الساعات الماضية وهو يدعو نتنياهو ورموز النخبة السياسية والعسكرية الى ايقاف العملية والانسحاب وبدء المفاوضات هو نوع اخر من الهزيم ما تقلقوش قبل كده اسرائيل دخلت هذه المساحة واحتلوا غز مش جديدة وخرجوا منسحبين سنة 2005 خروج الحملان في 2005 وبرئاسة مين برئاسة شارون الاشكيف اللي بيخوف 2005 انسحبوا كالفقران المذعورة وبردو مصير 2005 ينتظر يؤف جلبت مصير 2005 ينتظر نتنياهو مصير 2005 ينتظر حتى يقير لبيد حتى المعارضة اللي كامنا في الدورة مصير 2005 ينتظر الجميع والمقاوم الفلسطيني يرسم بالعز والكرامة وخدوش أظافره ودماء أبنائه يرسم مستقبلا جديدا حتى أمريكا مش قادرة توقف الاعتداء على السفن في البحر الأحمر وبتحضر دلوقت التحالف من عشرين دولة من عشرين دولة الورطة ليست للكيان الصهيوني فقط الورطة للإدارة الأمريكية وللعجوز بايدن الذي عليه أن يعود إلى بيته وأنه يقضي باء أيام المعاش في بيته أو في حديقة منزله بعد أن أساء لأمريكا كل الإساءة وأساء للضمائر كل الإساءة وأساء للنبل الأخلاقي كل الإساءة كل التحية والتقدير للمقاومة كل التحية والتقدير لأبناء فلسطين الذين يأكلوا بعضهم الآن ولازم تكون دي أفلة الحلقة يأكلوا بعضهم الآن في غزة الأعشاب والحشائش أنا بصدر بالجملة دي المسؤولية لكل ضمير أبناء غزة الآن يأكلون الأعشاب والحشائش وكما قال المراسل الفلسطيني لإحدى القنوات عندما سؤل في هذا هتعمل إيه في المؤن والأغذية المزيد من التقنين حتى نأكل أوراق الشجر مزيد من التقنين حتى نأكل أوراق الشجر خطأ رفاد بالانسحاب بناء على وسطة فليب حبيب من 30 سنة لا يكرره الفلسطينيون الآن لأنهم لا ينسحبون بل يشمخون في ديارهم وأراضيهم ويقولون كما قال قائلهم باقون في ديارنا ما بقي الزعتر والزيتون ريفما نلتقي استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر